منظومة الدعم مكنت مقاولة صحفية من الاستمرار ومن الحفاظ على التعددية السياسية والتقافية الموجودة في بلادنا وهذا أعتبره إنجاز الآن عقد البرنامج الثاني هو جيل ثاني سيربط الدعم بمؤشرات إنجاز على المستوى الانتشار، على المستوى المقرؤية، على المستوى النموذج الاقتصادية على المستوى التعددية، على المستوى المسؤولية لا أعتقد ذلك، من العكس الآن المشروع القانون الذي أعد أعد داعا من طرف الإجناء علمية انبثقت من لقاء دراسي حضره أزيد من 250 موقع الإلكتروني وكانت هناك ورشات وخلصت إلى توصيات حالياً صحف الإلكتروني يجد نفسه في وضعية غياب الحماية القانونية أثناء القيام بعملية التصوير البارحات، كنت حالة من الحالات التي وجدت أنه لا بد من توفر الحماية القانونية القطاع الصحف الإلكترونية تطور في مناخ الحرية والتقنين عليه أن يواكب هذا التطور عن طريق تعزيز ضمانات ممارسة الحرية في إطار من المسؤولية